بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني الصناعي والزراعي طلبة الصف الأول أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات مادة الفيزياء الحلقة النهاردة اسمحوا لي أن احنا نبتديها بنقطة مهمة يمكن احنا أفردنا لها حلقة سابقة وهي الفترة اللي وإحنا ندخلنا على فترة الامتحانات إزاي أقدر أتابع دروسي الجديدة اللي لسه موجودة معايا في المنهج وفي نفس الوقت منساش الفقرات أو الأجزاء من المنهج اللي سبق دراستها ونوهنا قبل كده أن حضرتك لازم يكون في عملية متابعة باستمرار علشان المعلومة مضطرش من دماغ وعشان أنا مذاكرش اللي موجود معايا بينما اللي فات كنت فاهمه في وقتها ولكن كوني أن أنا طرقته فترة طويلة ممكن تخليني بعد كده عاجز عن حل أي سؤال متصف لي ويمكن اللي امتابعيننا عارفين أو شايفين أن احنا خلال الحلقاتين السابقتين بدأنا نعمل جزء مراجعة في بداية كل حلقة قبل ما نبدأ ندخل في الدرس الجديد هي دي الطريقة اللي عايزاكم من هنا لغاية وقت الامتحان إن شاء الله نتبهها اللي هي أنا براجع على المعلومة القديمة علشان خاطر دايما أكون متذكرها وباخد المعلومة الجديدة وأتابع مذاكرتها النهاردة وإحنا بنتكلم على مادة الفيزياء ما ننساش إحنا عرفنا مادة الفيزياء وقلنا إن هي عبارة عن المادة التي تدرس أو تهتم بدراسة المواد والأمواج وقلنا بالنسبة للأمواج يعني الحركة الموجية النهاردة كمان هنتكلم على نقطة أصرناها في الدرس الأولاني وهي أهمية مادة الفيزياء لو أنت فاكر السؤال ما هي أهمية مادة الفيزياء وما هو دور مادة الفيزياء بالنسبة للدور بتاعها كنا بنقول إن هي بتساعد على صناعة النماذج اللي بتوصل لنا الحاجة اللي حواسنا ما بتقدرش تستوعبها لكبر حجمها زي الكواكب والمجموعة الشمسية أو لصغر حجمها زي الزرة والألكترونيات النهاردة كمان هنتكلم على أهمية علم الفيزي يبقى أنا وأنا بذاكر أخذ بالي إن في سؤال بيسألني على دور علم الفيزياء وسؤال آخر بيسألني ما هي أهمية علم الفيزياء كنشاط الداعي من ضمن الكلام اللي احنا قلناه قلنا إن هي بتخلينا نفهم ما يدور حوالينا في وسائل الإعلام وكذلك بتفسر لبعض الظواهر الطبيعية أنا مش عايزة تذاكر الفيزياء علشان تيجي آخر السنة معلومة بتحطها في قلب الامتحان وبننسها وينقطع معلوماتنا بها على كده خذ المادة كأنها ثقافة علمية ليك عشان تبقى أنت فاهم لما حد بيتكلم في مواضيع حواليك تبقى أنت مدرك لعملية تفسيرها هو ده اللي احنا هناخده النهاردة وإحنا بناخد الجزء ده من مادة الفيزياء لو أنا أخدته كمعلومة جفة أحس إن هي العملية صعبة لكن لو أنا أخدته كمعلومة ليا كمعلومة تاريخية كمعلومة علمية هيساعدني أكتر في إن أنا أستوع بهذا الجزء وبالعكس هيكون أسهل جزء بالنسبالي في المادة إحنا عارفين إن كل المعلومات الموجودة في مادة الفيزياء ما كانتش نتاج يعني فترة قريبة بالعكس دي ساهم فيها العديد من العلماء على مر القرونة السابقة كل عالم كان بيحط لنا نظرية أو افتراض ويجي العالم اللي بعد دي ممكن يدرس هذه النظرية ويقول إذا كانت صح أو كانت خطأ كمان إحنا وخدنا إن إحنا كل قانون خدناه كلي نص وكلي صيغة رياضية وكمان اتكلمنا على معادلة الأبعاد كل الحاجات دي النهاردة هنتطرق ليها في درسنا ولكن اسمحوا لي في بداية الحلقة زي ما قلنا هنبدأ نعمل مراجعة سريعة على ما تناولنا خلال الحلقات السابقة واللي دايما لازم تنشط عقلك بيها أي سؤال بيجيلي إحنا قلنا إن أنا لازم أقرأ السؤال ككل عشان أقدر أعرف هو عايز مني إيه هل السؤال ده علل أو أكمل أو مسألة وفي عندي نقطة كتير من الطلبة بيشتكوا منها وهي فكرة وحدة القياس أو معادلة الأبعاد إحنا خدنا طريقة بسيطة ممكن أنا من خلال فهمي للكمية الفيزيقية أقدر أجيب منها معادلة الأبعاد ووحدة القياس من غير ما أكون أنا حافظها ده لو عندي ملكة الحفظ مش مساعدين وكمان ملكة الفهم بتساعدني على تثبيت المعلومة وحفظها يلا بينا نجرب كده ونبدأ مع بعضينا كم سؤال ننشط بيه دماغنا قبل ما نبدأ في موضوع حلقة النهاردة واللي هنتناول فيه قانون الجذب العام واللي وضعهنا أو وضع بدايته العالم نيوتن وبعد كده بعض العلماء اللي جم بعده يكملوا حتى أن المقدار السابت اللي موجود في القانون نيوتن مقدرش يتوصله ولكن اللهم فيه هنا مقدار هيكون سابت بس أنا مش عارف أوصل لقيمته وما تابعه من العلماء أوجد لنا هذا المقدار السابت والمعلوماتك أي مقدار سابت عندك في المنهج مش عليك حفظه المقادير السابتة بتذكر لك في المسألة لو أنت كنت حتى تتعامل معها يلا بينا بقى نبدأ ونفتكر مع بعضينا بعض الأسئلة اللي بتعلقت في المنهج إحنا منهجنا كان بيبدأ بكمية بنتكلم على الفيزياء واتكلمنا على أهميتها ودورها اتكلمنا على القياسات وأخذنا بعض الكميات الفيزيقية ووحدات القياس الخاصة بها بالإضافة إلى معادلة الأبعاد عندنا تقريبا في المنهج حوالي 6 معادلات أبعاد يعني كده النهاردة تقريبا هنبقى وصلنا للخمس معادلات منهم هنرجع مع بعضينا سريعا على المعادلات القديمة ونبدأ ناخد المعادلة الجديدة بتاعتنا على قانون الجذب العام اللي وضع أساسياته العالم نيوتن اللي درسنا له السنة دي القانون الأول قانون نيوتن الأول قانون نيوتن الثاني قانون نيوتن الثالث والحلقة السابقة كنا بدأنا نتكلم على الحركة الدائرية يلا بينا نبدأ مع بعضينا كده لو أنا بيسلس كده على الشاشة معاية أنا موجود معايا عدد من الأسئلة اللي بتشمل منهج الفيزياء ومنها الإثباتين إثبت أن V بتساوي جذر GR مبدئيا كده ده قانون اللي هو بتاع السرعة المدارية إحنا عارفين أن V يعني سرعة و G عجلة الجذبية الأرضية و R نصف القطر اللي بيدور في هذا الجسم تعالوا نشوف الإثبات كنا مسبتينه إزاي ده الإثبات بالكامل M مضروبة في V تربيع على R دي اللي هي الحركة الدائرية بتساوي M G اللي هي كتلة الجسم في عجلة الجذبية وزي ما إحنا شايفين في القطر الأولاني في الطرفين في حرف ال M هنسطب الاتنين مع بعض بالشكل ده هيتبقى لي V تربيع على R بتساوي G ومنها هوادي ال R دي الناحية التانية بعكس الإشارة هي هنا اسمة هتروح الناحية التانية ضرب وعشان أجيب ال V لوحدها هتبقى V بتساوي الجذب بتاع G R الخطوات بتاع الإثبات سهلة لو أنا اشتغلت عليها رياضية اسكر الصيغة الرياضية لقانون نيوتن الأول احنا أخدنا كم قانون لنيوتن أخدنا ثلاث قوانين القانون الأول الصيغة الرياضية ليه بتقول لي سجمة F بتساوي صفر الحركة الحرف اللي قبل ال F ده أو الصيغة اللي قبل ال F دي عبارة عن كلمة محصلة بيبقى شكلها بقى فيه ناس بتقول عليها E بتقول عليها W بتقول عليها M على جنبها وطفر اللي هتفكرك بيه الشكل ولكن انت بترسمه زي ما هو كده ودي علامة معناها محصلة القوة تساوي صفر طب القانون التاني للناس اللي فاكرة معايا احنا حلينا عليه مسائل الصيغة الرياضية بتاعته F بتساوي M في A نرجع مع بعضينا F يعني قوة M يعني كتلة والA هي عجلة العجلة اللي بتحرك بيها الجسم القانون التالت الصيغة بتاعته F واحد بتساوي سالب F2 ومنساش علامة المينس او علامة السالب لان القانون التالت بيقول ان لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار اذا هنا انا عندي عملية اليساوي ومضاد له في الاتجاه وهنا واحد فيهم بالمجب واحد فيهم بالسالب يعني لو جالك في الامتحان صيغة الرياضية القانون يوتين التالت F واحد بتساوي F2 هقول غلط لان دي مش الصيغة الصيغة F1 بتساوي سالب F2 نشوف نوع تاني من الاسئلة اكمل عايز يعرف النيوتن ده اللي هو واحدة قياس القوة بيساوي ايه تعالوا بقى نشوف احنا حنحلها ازاي هو النيوتن ده ياولد ايه يعني قوة واحنا لسه قيلين ان القوة اللي هي F بتساوي MF ايه الام يعني كتلة كلنا عارفين واحدة قياس الكتل برسناها في الدرس التاني اللي هو الكيلو جرام طيب العجلة متر الكل سانية تربيع ازا وحدة القياس بتاعت النيوتن على طول من القانون هفتكر ان هي كيلو جرام بوينت متر الكل سانية تربيع ازا شكل الوحدة القياس طويلة او كبيرة لكن انا لو قسمتها وفهمت هي جاية منين حلاقي ان فيه سهولة في عملية الحبز ازا النيوتن وحدة النيوتن بتساوي كيلو جرام بوينت متر الكل سانية تربيع طيب تعالوا نجرب وكده تاني طب وحدة قياس كمية التحرك. اللي فاكر معايا كمية التحرك كانت عبارة عن ايه? عبارة عن قانون بتاعها ام في في. ازا في عندي ام اللي هي الكتلة وفي في اللي هي السرعة. طب احنا اتفقنا ان الكتلة بتقاص بالكيلو جرام. طب والسرعة متر الكل ثانية. برافو عليكم. ازا وحدة القياس هتبقى كيلو جرام بوينت متر الكل ثانية. ازا الوحدات اللي انا مش عارف احفظها لطولها هرجع بالزاكرة بتاعتي كده. للقانون اللي انا مفروض قريليجي اكون حافظه لان انا بحل عليه مسائل او ان دوت صيغة آآ رياضية لأحد القوانين. نشوف صورة تانية من الاسئلة. ما الذي يدل عليه كل من ما يأتي? هو رسيم لي رسم بياني. عامل علاقة بين الدي والدي يعني ديستانت يعني مسافة. والتي اللي هو الزمن طايم. والرسمة الاخرى في اللي هي السرعة. وتي اللي هو الزمن. طب ازا كانت الرسمة البيانية بين المسافة وبين الزمن. والخط اللي موجود على الرسم البياني خط مستقيم. ازا هذه تعتبر سرعة منتظمة. سرعة لانها دي على تي. ومنتظمة لان الخط اللي عندي خط مستقيم. بنفس الطريقة لو انا بصيت الناحية التانية طب هو اصلا عامل العلاقة البيانية بين الفي والتي. طيب مين عندي في القوانين كان في على تي سرعة على زمن. ايوان العجلة. يبقى ازا الرسمة التانية دي بتدل على العجلة. بس كمان هو عامل الرسمة او الخط التاعي خط متعرد. ازا دي بتدل على انها عجلة غير منتظمة. يبقى الاولانية سرعة منتظمة. والتانية عجلة غير منتظمة. نوع تاني من الاسئلة اه واحنا كل اخدناها في الدرس الاولاني في القياسات. واحدة قياس شدة الطيار اعتقد ان احنا عارفنا دي من الاعدادي اللي هي الامبير. بينما درجة الحرارة دي واحدة جديدة علينا السنة دي. ان شاء الله هندرسها اه بالتفصيل في الترمي التاني. اه درجة الحرارة بتقصب وحدة اسمها كيلفين. وده نسبة للعالم اللي وضع الدرجة دي. التدريج ده. طيب. اه وحدة قياس الطول في النظام المتري. بينما في النظام جاوس. احنا عارفين حتى من الاسم كده. النظام المتري ازا بيستخدم المتر في قياس الطول. النظام جاوس. النظام الفرنسي اللي عندي ده القيمة الصغيرة. يعني اه بدل ما بقيس الطول بالمتري بقيس بيه. انا عايز افكر نفسي دايما علشان المعلومة ما تضيعش من دماغي. طيب تعالوا نبص كده. طب وحدة قياس القتلة في النظام جاوس بينما في النظام المتري. احنا اتفقنا النظام المتري اللي احنا شغالين عليه. اللي هو طبيعي انت لما بتروح تشتري اي حاجة من السوق بتشتريها بالايه? بالكيلو. طب نظام جاوس هو الصغير. يعني التدريج او القيمة الاصغر. يبقى جاوس هيبقى بالجرام. والنظام المتري وحدة الكتل فيه بتقاس بالكيلو جرام. طب وحدة قياس كمية المادة سبق درسناها قبل كده في مادة الكيمياء. احنا المواد كلها متصلة ببعضيها. المعلومة العلمية لا تجزأ. وحدة قياس كمية المادة تقاس بالمول. بينما قوة الاضاءة تقاس بالقنديلة او الكاندلة بالقاف او بالكاف. كلا هما اجابة صحيحة. تعالوا نشوف نوع تاني من الاسئلة. علل يندفع ركاب الاوتوبيس للامام عند توقف الاوتوبيس فجأة. فاكرين دا كان التطبيق على ايه? على قانون يوتن الاول. اللي هو كنا بنقوله عليه قانون ايه? القصور الزاتي. يبقى ليه ركاب الاوتوبيس? بيندفعوا للامام. لما يتوقف الاوتوبيس فجأة هتكون اجابتي بسبب خاصية القصور الزاتي. عايز تشرح بعد كده ان الركاب بيميلوا الاحتفاظ بحالتهم من حالة الحركة. آآ فبالتالي بيستمروا ويندفعوا للامام. تمام. كتبت بسبب خاصية القصور الزاتي ازا انت فهمت المقصود من اجابة السؤال. طيب لو قال لي كده بقى يندفع الركاب للخلف عند تحرك اللي تبيس فجأة الركاب هيندفعوا الى الخلف برضو بسبب خاصية القصور الزاتي. لان هنا الركاب كانوا في حالة سكون. فعايزين يحتفظوا بحالتهم من حالة السكون. طيب كمية فزيقية متجهة تعبر عن المسافة الفاصلة بالنقطتين مقدارا واتجاه. يعني ايه? يعني مسافة وليها اتجاه. المسافة التي لها اتجاه هي الازاحة. وده اللي بيجي لك ممكن سؤال علل. يقول لك ليه المسافة كمية قياسية والازاحة كمية متجهة. لان المسافة ليها مقدار فقط. آآ لكن الازاحة آآ ليها مقدار واتجاه. واحدة قياس الوزن بالكيلو جرام ولا بنيوتن ولا بنيوتن لكل متر. خدوا بالكو يا ولاد. الوزن ما بيتقس بالكيلو جرام. امال مين اللي بيتقس بالكيلو جرام? الكتلة. لكن الوزن للناس بقى اللي فاكرة معايا كده نصنفر دماغنا كده. كان الوزن عبارة عن ايه? قوة جذب الارض للجسم. يعني انت اول كلمة قلتها ايه? قلتها قوة. طب احنا بنقيس القوة بالايه? بالنيوتن. يبقى وحدة قياس الوزن هو النيوتن. طيب احنا لسه برضو قايلين السؤال ده. يعني ممكن هو ايجي يسألك على الكمية الفيزيقية او يقول لك الوحدة ويقول لك دي بيقس بها ايه? المول هو وحدة قياس كمية المادة. يبقى انت تعرف المعلومة السؤال يجي لك زي ما يجي لك. الصيغة الرياضية لقانون يوتن الاول. خدوا بالكوا بقى. القانون الاولاني. هو كده دلوقتي كاتب لك مجموعة من من الصيغة الرياضية. احنا طبعا بنختار اللي هو ايه? القانون الاول اللي هي ايه? في غياب القوة يبقى سجمة اف بتساوي ايه? بتساوي صفر. تتناسب العجلة تناسب ايه مع القوة اللي بتتأثر بيها? طب انا مش ماخدتش انا الكلام ده في في الشرح بتاع الدرس. ركز كويس. ايه العلاقة اللي بتربط القوة بالعجلة? هي العجلة مش بتساوي ام في ايه? يعني كتلة. فعجلة? طيب. طالما القوة هي حاصل ضرب الكتلة في العجلة. يبقى كلما العجلة تزيد. ان القيمة بتاعة القوة يحصل لها ايه? هتزيد. حاصل الضربة هيزيد. يبقى ده تناسب ايه? تناسب طردي. يبقى بين العجلة والقوة تناسب طردي. جبت السؤال ده منين? من القانون بتاعي اللي هو اف بتساوي ام في ايه? طيب. الكتلة بقى مع العجلة. خدوا بقى لكل اتنين في نفس الاتجاه. يعني الاف بتساوي ام في ايه? لو انا حطيت الكتلة الناحية التانية يبقى هاوديها بعكس الاشارة. يبقى هتبقى العجلة اه مع الكتلة ده بيكون تناسب ايه? تناسب عكسي. يلا بقى نبدأ درس النهاردة واحنا بنتكلم على قانون الجذب العام. اللي وضحونا او بدأ في اه العالم نيوتن. وهو النص بتاعه بيقول لي ان انا لو عندي جسمين بيبقى فيه بينهم قوة تجاذب. هزي القوة هنشوف هي بتا تناسب طردي معي. قانون الجذب العام. بين اي كتلتين قوة جذب متبادلة تتناسب طرديا مع حاصل ضرب الكتلتين وعكسيا مع مربع المسافة بينهما. لو انا بسيت للقانون ده انا ممكن بمنتهى السهولة اقدر اعرف تقريبا الرموز اللي هتبقى موودة في القانون الرياضي لهذا النص. بيقول القانون الجذب العام ان اي كتلتين في بينهم قوة جذب متبادلة. يعني كل واحدة فيهم بتجذب التانية. القوة اللي اللي بينهم دي بتتناسب طرديا ما حاصل ضرب الكتلتين. يعني لو خدت قيمة الكتلتين وضربتهم في بعضه كل ما زادت الكتلتين هيزيد تبع ليهم الايه? هيزيد تبع ليهم قوة التجاذب بينهم. وعكسيا مع مربع المسافة. يبقى كل ما هيبعدوا عن بعض يعني المسافة بتكتر القوة بتقل. كل ما زادت قيمة المسافة كل ما قيمة القوة قلت. طيب يعني انا ممكن اقول القوة ديك رمزها ايه? رمزها اف. والكتلة ام. والمسافة. انا طبعا انا كده دلوقتي تقريبا عرفت الرموز. بس خد بالك دلوقتي الكتلة ام. يبقى انا عندي كتلتين يبقى انا في عندي تناسب طردي يبقى الكتلتين. ام واحد في ام اتنين موجودين اعلى الكسر. بالنسبة للمسافة. هنا يا ولاد حتى هعبر عن المسافة بنص القطر وهو ار. اه دي من الرمز بتاعها احنا هناخد حرف الار اللي هو يعني نص القطر بينهم. فهنرمز للمسافة بينهم لانه مسافة بين نصفي القطر بتاعهم. فهرمز دها بالرمز ار. ومنساش ان هي مرفع القس تربيع. انا تقريبا دلوقتي استنتجت القانون هيكون شكله ايه? القانون هيبقى معايا اف اللي هي القوة. عندي فوق الكسر ام واحد ام اتنين للكتلة الاولينية والكتلة التانية. تحت عوضت عن المسافة بالار لان انا بتكلم على نصف قطر. رفعتها القس تربيع لان نص القانون بيقول لي يتناسب عكسي مع مربع المسافة. طيب لو انا بصيت في القانون في حرف كده احنا ما جيبناه صرته خالص. وموجود معانا هو حرف الجي. الجي دوت مقدر سابت وبسميه سابت الجذب العين. ده قيمة سابتة لازم اضربها في حصل ضرب الكتلتين وآآ اقسمها على آآ مربع المسافة بينهم. طيب الجي ده اللي هو اسمه سابت الجذب العين. نشوف بقى التعريف بتاعه او القيمة بتاعته. القيمة بتاعته ستة بوينت سبعة وستين فعشر قس سالب حدوشة. نيوتن بوينت متر تربيع لكل كيلو جرام تربيع. انا هحفظ الرقم ده? لا مش هحفظه. الرقم ده ده رقم من السوابت واي سابت فيه الفيزياء. احنا بندهولك في المسألة لو انت هتحتاج تعوض بيه. ويمكن ده نقطة لصالحي. ان انا لو لقيت مديني في المعطيات قيمة هذا السابت ازا انا على طول هربط بين ده وبين القانون اللي انا هشتغل بين مسألة. ويكأنه هيغشش القانون المسألة. طيب. معادلة ابعاده انا خدت دي تقريبا معادلة الابعاد الخمسة او الستة لنا. معادلة الابعاد ام سالب واحد ال اه تلاتة تي سالب اتنين. نفتكر مع بعضينا معادلة الابعاد بتتكون من التلات حروف ام و ال و تي. واخدناه بالتفصيل خلال الحصص او الدروس الاولى في المنهج. الام تعبر عن الكتلة. ال ال تعبر عن الطول. والتي تعبر عن الزمن. عشان كده انا بقول ان هذه الكمية الفيزيقية تحتوي على ماينس واحد من الكتلة. تحتوي على تلاتة من الاطوار. وتحتوي على ماينس اتنين او الكتلة والزمن موجودين اه تحت الكسر. طيب. اخدوا بالكم بقى يا ولاد كمان في حاجة اه الارقام اللي فوق دي لازم ان احفظها زي ما هي. ما ينفعش اغير من اي قيمة للمعادلة دي. كأنها اسمه كده لازم ان تتحط زي ما هي. دي معادلة ابعاد سابت الجذب العام. طب يعني ايه سابت الجذب العام? هو ده اللي احنا هنعرفه. لو جي سؤال وقال لك عرف سابت الجذب العام. حقول يقدر بقوة الجذب بين جسمين كارويين وهنا دي اللي يفصل لي انا اعوضت عن المسافة بالار لانه مسافة بين نصفي قطر جسمين كارويين. يبقى يقدر بقوة الجذب بين جسمين كارويين. قطلة كل منهما واحد كيلو جرام. دي الوحدة اللي احنا متعامل بها. والمسافة بين مركزي هما واحد متر. ويساوي القيمة بعندي اللي هو ستة بوينت سبعة وستين في عشرة اص سالب حداشر. اه اللي هي القيمة السابتة بتاعته. يبقى سابت الجذب العام. يقدر بقوة الجذب بين جسمين كارويين. قطلة كل منهما واحد كيلو جرام. والمسافة بين مركزي هما واحد متر. ويساوي ستة بوينت ستة سبعة في او سبعة وستين في عشرة اص سالب حداشر. يعني بصوا كده انا هو ادي القانون بتاعي. اه ادي الجسمين الكارويين. ادي المسافة بين نصفي القطرين. يعني ادي الجسمين بعض عن بعض بمسافة تقدر بالمسافة بين نصفي القطر بتاع كل جسم. ام وام. انا هنا يمكن ده جسم كبير فدته وام كابتل وجسم صغير. انا مش لازم يكونوا الجسمين بنفس القطلة. زي ما هنتعرف مع بعضينا دلوقتي. يبقى اف بتساوي جي ام اه مضروبة في ام. ممكن اكتب ام واحد ام اتنين او اكتب ام سمول وام كابتل على ار طربيع. طيب حتى هيقول لي صيغة القانون ده مختلفة عن اللي فات. انت حطتي الجي فوق هي فعلا الجي مضروبة في القيمة اللي فوق يا ولد. يعني حتى لو انا حطتها جنب الكسر هي معناها انها مضروبة في القيمة اللي فوق ومقسومة على اه مربع اه نصف القطر او مربع المسافة بين اه قطر ايهمة. طيب تعالوا نشوف المسائل بتجلي ازاي? بيقول لي احسب قوة الجذب. ازا المسألة احنا قلنا لما بنيجي نحل مسألة بندور على كلمة احسب او اوجد. واللي وراها هو المطلوب. كتب لي احسب قوة الجذب بين كرتين كتلتي هما عشرة كيلو جرام وعشرين كيلو جرام. والمسافة بين مركزي هما خمسين سنتي. علما بقى نسابة الجذب العام والدك كمت. طب تعالوا نبص على المسألة. اولا هو طالب قوة الجذب. وداني الكتلتين. القوة عبارة عن الكتلتين على مربع المسافة. الكتلة الاولانية بعشرة والكتلة التانية بعشرين. وبص على وحدة القياس. الدهالي بالكيلو جرام. تمام. لما جيي تكلم على المسافة. قال لي خمسين بس قال لي خمسين ايه? سنتي. واحنا في القانون بتاع آآ سابة الجذب العام قلنا ان هو عبارة عن ايه? المسافة بتقاس بالايه? بتقاس بالمتر. ازا في مسألة زي دي مش بالسرعة اروح احطط القانون ومعوض من غير ما تأكد ان وحدات القياس بتاعتي سليمة. الكتلة بالكيلو جرام. والمسافة تقاس بالمتر. طب انا عايزة ايس المسافة بالمتر. ازا هحول من السنتي للمتر. باحدة الطريقتين. لاتنين صح. يأسم القيمة دي عالمية. يضربها. فعشرة اوسي سلي باتنين. الحاكتين رياضيا صح. تعالوا نشوف بقى كده. اول حاجة عشان احل المسألة. حعملت مسودة. حطيت المعطيات اللي مدهاني. ام واحد بعشرين. ام اتنين بعشرة. نصف القدرة عندي بخمسين سنتي وكتبتها لنفسي فيه المسودة عشان افتكر. وحطيت قيمة جي سابت الجزب العام بالقيمة السابتة اللي هو مدهاني. ستة وسبعة ستين من مية ام في عشرة اوسي سالب حدوشن. تعالوا بقى نعمل ايه? اول حاجة هكتب القانون. مفيش مسألة تتحل من غير قانون. القانون بتاع المسألة عليه نص درجة المسألة. عشان ده اللي بيوضح ليه انك فاهم انت هتجيب ايه? بعد كده حبدأ اعمل ايه? حبدأ اعوض. احط بدل الجي ستة بوينت سامعة وستين في عشرة قس سالب حدوشن. القيمة اللي هو مدهاني. فيه فوق عندي عشرة في عشرين. وتحت هقول خمسين في عشرة قس سالب اتنين. ومنساش ارفع القس الايه? لاتنين كمان اللي هي التربية. طب ليه? لان القانون الاصلي الار في مالها الار مربعة. فيه اه حطيت قيمة الجي او سابت الجاز بالعام. حطيت قيمة الكتلتين اللي هم الدهالي بالكيلو جرام. حطيت جيت ليه المسافة وحطيت اه القيمة وضربتها في عشرة قس سالب اتنين عشان احولها من الصانتي للمد. وحط كل الشغل ده على القلل حسبة ومنساش يا ولاد انا بجيب قوة. ومعنى اني بجيب قوة وحدة قياس القوة الناس اللي فاكرة شغالها لسه معانا. القوة تقاس بالنيوتن. سواء كتبتها ان او كتبتها يتم باللغة العربية في كلا الحالتين انت بمجاوب اجابة صحيحة. الازة بقى جزء في منهجنا تطبيقات على قانون الجاز بالعام انا عايزاكوا تاخدوا الجزئية دي كأنها معلومات شيقة ليكوا بصرف النظر عن الصيغة اللي بتيجي بيها الاسئلة. طب انا عندي قانون الجاز بالعام. احنا قلنا ان الفيزياء هتفصر لي اه الحاجات اللي بتحصل حوالينا. هنشوف ايه الحاجات اللي قدر قانون الجاز بالعام يفصرها. تطبيقات على قانون الجاز بالعام اول حاجة عندي تعيين كسافة الارض. احنا عارفين من الابتدائي او من الاعدادي ان الكسافة هي عبارة عن الكتلة على الحج. طب انت دلوقتي لو انت عايز تجيب كسافة الارض. اذا انت عايز تجيب كتلة الارض وحجم الارض. وده حاجة طبعا صعبة. ازاي هقدر اجيب كتلة الكرة الارضية. هل انا عندي مزار اقدر احط فيه الكرة الارضية وعشان اقسها واحسب الكتلة بتاعتها. لا. طب هل انا عندي مزورة كبيرة اقدر ادور كده حوالينا الارض واعرف الحجم بتاعها وطولها وابعدها. برضو لا. طيب. حاجبناها ازاي او العلم اجابوها ازاي. جابوها بدماغهم. بالفكر. بالتعبود في القوانين الرياضية وبقوة الملاحظة. او العلم عندي او العلم بوجه عام بيتشغلهم على طول البيئة من حواليهم. لسبب او لاخر. عايزين يدرسوا الارض اللي هم عايشين فيها لانهم بيتأثروا بيها وبيؤثروا فيها. فعايزين يعرفوا كان اول تفكير هل الارض دي عبارة عن كرة. لا الارض بسطحة. لا اه اليونانيين كانوا بيفكروا في الاشكال اللي هي الهندسية. المسلمين عايزين يعرفوا اتجاه القبلة مثلا عشان خطر الصالة بعد ما انتشرت الاسلام في اماكن بعيدة. الامر الصناعي اللي طلعنا بعد كده وعرفنا ان الارض القروية. عندي اتنين حتدرسهم السنة دي. العالم ايراتو ثمث والعالم البيروني. وهما الاتنين وضعوا فكرة لي ايجاد اه حجم الارض او كتلة الارض. كتلة الارض بطريقة بسيطة جدا وبادوات عصرهم. اللي هي تعتبر ادوات آآ بسيطة بالنسبة لنا. طبعا احنا مش عايزين ننسى ان كلمة الارض قروية. ده مصطلح اعتباري. ولكن الارض طبعا والارض ومدحها ربنا صحنا وتعالى فهي على شكل بيضاوي. وكذلك فيها الكثير من التضاريس. ده كان عالم كان مدير مكتبة الاسكندرية عندنا. علم يوناني. وهي لو انا بصيت للتاريخ ده زمان قوي يا ولاد. ميتين ستة وسبعين قبل الميلاد او ميتين ومية اربعة وتسعين قبل الميلاد. يعني ده هو مد في ميتين سبعة آآ آآ مية اربعة وتسعين. آآ جي كده فكرة بالنسباله ان آآ احد الناس قالوا له فيه اشعة الشمس بتسقط بصورة عمودية على احد الاعمدة فيه اصوان آآ شوف كده في البقر ده كده آآ اللي موجودة جنب العمود فبالتالي هذا العمود ليس له ظل على الارض. الكلام ده بيحدث يوم واحد وعشرين يونيوم وقت الظهيرة. له هو يعتبر يعني اطول نهار في السنة. بدأ يفكر آآ وهو في في الاسكندرية ملقاش آآ ان العمود عنده ليه ظل على الارض. ازان ازاي فأصوان العمود ما له ظل وفي الاسكندرية ليه ظل. مجرد معلومة بسيطة. بدأ يقيس المسافة بين الاسكندرية وبين اصوان لقاها تمنمية آآ كيلو متر. بدأ يشوف العمود اللي موجود في الاسكندرية ويشوف الساعة آآ آآ اتناشر الظهر في المتصف الظهيرة. فلقى في عمود العمود ده لي ظل على الارض. بدأ يقيسه. وآآ لقاه ان هو تقريبا بزاوية ميل سبع درجات. بدأ بيقول ان الاشاعة دي بتيجي عندي متوازية. طب لما تسقط في الاسكندرية هتسقط ازاي? هتسقط آآ في الاسكندرية ما لهذه الظل عمودية. وفي الاسكندرية بزاوية. وبدأ يرسم ويمد الخطين على بعض. ويتخيل ان هزين الخطين هيرتقوا فين? في نصف القرى او في مركز القرى. طبعا انا هنا ما حفرتش عشان اوصل لغاية مركز القرى الارضية. وقسها. ولكن هو قس المسافة اللي فوق اللي هو يقدر يقسها المسافة بينهم وزاوية الميل وبدأ يحط خط ميل كده ووضح له فين لغاية آآ ارتقاءهم يكون ده مركز الارض. بعد كده ايه اللي حصل يا ولاد? هقول لكم. ازاي العالم بتاعنا قدر انه هو يحسب معايا آآ كتلة الارض. حساب كتلة الارض. وازاي يقدر يحسب نصف قطر الارض. من غير ما يجيبش نيور ويحفر بالارض. عمل ايه بقى? عشان يوجد نصف قطر الارض طريقة ايراتوسنس في زهر يوم واحد وعشرين يونيو بتكون الشمس عمضية فوق اسوان. وقلنا ان هي بتنيل وللدقة بالسبع درجات واثنين من عشر في الاسكندرية. وقاس المسافة بين اسوان والاسكندرية اللي هي وصلت لتبنمائة كيلو متر. بعد كده عمل ايه? بصوا بقى معي. اهو انا دلوقتي كده في يونيو الساعة في نص اليوم الساعة 12 بالزبط آآ راتوسنس لقى في زاوية ميل اسهى بدأ يعمل ايه? بدأ يعوض في القوانين الرياضية. ادي دي بسبعة واثنين من عشر اللي هي زاوية الميل. بدأ عن طريق القوانين الرياضية يحسبها. كالادي. اهو ادي العمود في في الاسكندرية اللي هو ليه زاوية ميل. شايفين زاوية الميل? هوضح لكم اقرب شوية كده. شايفين زاوية الظل بتاع الارض ده? طيب. يمكن كمان وهو بيدرس الكلام ده قالك بازن الارض القروية لان ده كده مستقيم بينما التاني ليه آآ ظل. ادي الشكل اهو اهو يا ولاد كده ادي في الاسكندرية العمود ما علوهوش آآ ظل في الارض في الاسكندرية شايفين الظل اهو شايفينه هو ده? ده زاوية الميل بتاع العمود. عمل ايه بقى? كالادي. جاب آآ رسم بالمنقلة كده ادي الخطين المستقيمين على اساس ان اه اشعة الشمس سقطة متساوية متوازية. آآ ده اسوان الجزء اللي هو نزل فيه مستقيم على استقامته فمده على استقامته لغاية آآ نصف قطر الارض آآ داخل الدايرة يعني آآ والاسكندرية كانت بزاوية ميل فبالتالي برضو ميل الزاوية الميل بتاعتها ومد الخطين على استقامتهم لغاية ما وصلوا لي النقطة اللي هي اللي هو اعتبرها مركز الارض. بعد كده عمل ايه? بعد كده آآ قدر يحسب عن طريق التعويض فيه القوانين آآ بزاوية الميل كالاتش. اهو. قاس المسافة لقاها آآ تمنمية كيلو متر آآ وقاس الزاوية آآ طبعا الوحدة بتاع الخمس تلاف دي اللي هي الوحدة القديمة بتاعتهم وقاس المسافة وقاس الزاوية وجي عوض في القانون السبعة واثنين من عشرة ومفروض الدايرة تلتمية وستين آآ اختصرهم مع بعض بيت واحد على خمسين طرفين في وسطين ومنهم كتلة الارض اصبحت اربعين الف كيلو متر. وللصدفة البحثة يا ولاد ان الكلام ده ينطبق على ما وصلنا له بعد ما طلعنا الفضاء وادرنا بالاجهزة نقيس آآ نصف قطر الارض وفجئنا بان هذه القراءات او هذه النتيجة كانت قريبة جدا من الحقيقة ونسبة الخطأ فيها تكاد تكون معلومة. ازا طول القوس اللي هو المسافة بين اسكندرية وآآ آآ اسوان على طول محيط الارض كلها اللي هو محيط الدايرة آآ كلها طيب طول القوس ده كان سبعة واثنين من عشرة محيط الدايرة اي دايرة محيطها كله تلتمية وستين ويبدأ يعوض آآ سبعة واثنين من عشرة على تلتمية وستين بواحد على خمسين انا بيعيدها لك خطوة خطوة كده طول القوس ده اللي احنا اثنين كانت امانمائة كيلو متر على محيط الارض. عمل ايه بقى? عمل طرفين فوسطين وطلع عندي محيط الارض باربعين الف كيلو متر. طيب. محيط الارض محيط اي قرة اتنين باي ار. رجعنا المين? لقوانين الهندسة. محيط القرة اي قرة اتنين باي ار. اتنين ده قيمة سبتة واحنا عارفينها. والباي اتنين وعشرين على السبعة ودي قيمة برضو احنا عارفينها. يبقى بقي عندي مين? الار. اللي هو نصف القطر. بحركة بسيطة جدا كده. حركة رياضية بسيطة هعمل ايه? هجيب اللي اتنين باي دي تحت هنا. بعكس الاشارة. اصبح الارض وصف قطر الارض. هو عبارة عن محيط الارض على اتنين باي. طب محيط الارض احنا عارفين اي دايرة تلتمية وستين. ازا انا خلاص عرفت عن طريق التعويض. في القانون قيمة الارض. اهو. محيط الارض اللي هو جابه. واصمه على اه اتنين باي. وبدأ يعوض فيه اه اه رياضيا. طلع عندي كتلة الارض اه تلاتة وستين الف وستين كيلو متر. اللي هي بالمتر هتبقى اه ستة بوينت ستة ثلاثين في عشرة قص ستة بالمتر. وبالتالي كده قدر يجيب الار او قدر يجيب نصف قطر الارض. البيروني ده احد العلماء المسلمين. كسير من العلماء فكروا في اه عايزين يحددوا الابلة للصلاة والناس كلها في الدول تكون متجهة الى الكعبة. فالخلفاء بدأوا يقولوا للعلماء وجدونا طريقة ان لما كن في اي مكان اقدر احدد اتجاه الابلة فده ارتبط بالارض والامر ونصف القطر والزوايا وما الى زلك. كتير حاولوا يحددوا ازاي زوية الميل اللي يقدروا يتجهوا اليها. عالم بيحط معلومة صحيحة او لأ الوقت بيحدد لنا احنا هما قد ايه صح. فجي ابو ريحان محمد بن احمد البيروني وعمل لنا طريقة بسيطة جدا باستخدام ما يشبه المنقلة اللي موجودة عندك في ادوات الهندسة بجهاز اسمه الاسترلاب اللي بيقدر ييز به الزاوية. هو جاب جبل على ارتفاع واسل الارتفاع لان دي حاجة في ايديه. وده جهاز الاسترلاب اللي هو بيقف في مكان ويبدأ يشوف زاوية الميل بتاعتي ويبدأ ياخد قياساته وهو على الارض. اخذ نقطتين واخد الارتفاع بتاع الزاوية وبدأ يعوض في القوانين الرياضية ومنها قدر انه هو يحدد نصف قطر الارض. عن طريق التعويض في القوانين بالقيمتين اللي عنده اللي هي اه قياس الزاوية وقياس الارتفاع. وبالتالي قدر يحدد الجزء بتاعه ده. اه ادي السطح بتاع الجبل اللي هو اطلع له. بدأ يقيس زاوية. بدأ يبدأها على استقامتها. بدأ يشوف اه زاوية ميل الشمس. الاشعة الشمس وهي بتسقط على الارض. وبدأ يعوض عندي. الكلام ده يا ولاد طب هما كانوا بيحددوا القبلة. لا. ما زالت هذه المعلومة بتساعدنا فيما وصلنا اليه. لغاية وقتنا هذا. الرحلات بتاعة الفضاء والتكنولوجيا الحديثة اللي احنا وصل لها دلوقتي والابحاث كلها بتعتمد على اه فروض او نظريات قضيمة ثبت صحتها وبتستفيد منها لغاية دلوقتي زي ما هندرس بعد كده ازاي قدرنا بحساب نصف قطر الارض وقوة الجذب قدرنا ان احنا نطلع الصاروخ نقدرنا نطلع كمان القمر الصناعي. طريقة البروني بتختصر فيه انه اختار جبل بيطل على مياه البحر. اسر تفاع الجبل وقام بقياس زاوية ميل اشعة الشمس وقت الغرب. تعالوا بقى ناخدكو ونروح لنفس المكان اللي كان بيعمل فيه التجربة. قد ايه كده يعني بمنطه البساطة بمجرد التفكير قد يهود ارتفاع الجبل ودلوقتي حناخدكو ونطلع فوق الجبل دوت ونقيس مع بعضينا وقادي السطح المياه بما انه سطح مستوي بدأ يقيس زاويتين من مكان مختلفين بدأ يقيس مسافة بدأ يجيب قراءات سهلة باستخدام الاسترلاب او المنقلة اللي في ايده او المصطرة بقياس مسافات وزوايا قدر انه هو يحدد. تعالوا بقى بينا كده نطلع للمكان اهو احنا اطلعنا فوق سطح الجبل اهو وادي الجهاز القديم اللي هو استخدمه اللي هو عامل زي اعتبر كأنهم منقلتين مع بعض وبدأ اه طبعا الشخص ده بيقلد العمل البيروني وبدأ يقيس زاوية الميل بتاعتي ويعوض فيها. ازاي? تعالوا بقى نبص بقى كده الشكل الهندسي رسمه ازاي? انا عندي جبل يعني عندي ارتفاع للجبل. كمان عندي الزاوية اللي بيميل بيها الشمس وقت الغروب است زاوية الميل بتاع الشمس. يبقى ازا عندي الخط اللي فوق ده اللي هو خط الافق ده اللي هو اه فوق سطح الجبل. ده كده ارتفاع الجبل بتاعي اللي انا اقدر ايسه. زاوية الميل بتاع الايه? بتاع الشمس. بدأ يقول ان الزاوية دي تساوي الزاوية دي رياضيا اللي هو ايه بيسموها المجاور على الوطر حاجة كده في في الحسابات الهندسية. وبدأ انا عندي الزاوية دي وعندي الارتفاع ده. خدت كده قلت الارتفاع ده ده جبل مرتفع مدته على استقامته. خدت زاوية الميل مدت على استقامتها. النقطة اللي تواصلوا بيها كانت يعتبر هي دي النقطة بتاعة المركز الارض. هو عايز بيقس نص القطر ده المسافة دي. فقالك الجزء من اول هنا لغاية الجزء اللي هو دخله هنا ده عبارة عن ايه نصف القطر. بينما الجزء اللي هنا ده عبارة عن ايه? عبارة عن انه نص القطر زائد ارتفاع ايه? ارتفاع الجبل. وبدأ يا ولاد انه هو يبدأ يحاول انه هو آآ يحسب كده بصيغة رياضية بسيطة. ادي الارض. ادي الجبل بتاعي والارتفاع بتاعه. الشمس بتاعتي وقت الغروب. يسقط منها شعاع. حمد اه ارتفاع الجبل على استقامته. وحمد النقطة اللي بترتقي بيها آآ اشعة الشمس مع الارض على استقامتها. طبعا هنا بيعمل لي مسلس قائم الزاوية. هبدأ اعوض بقى كده واقول ان ده خط الافق اللي انا للشخص اللي وقفه اعلى الجبل. في زاوية هنا موجودة اللي هي سيتا. اللي هي عبارة عن دايرة. وعليها خط بالجنب كده. دي آآ الزاوية اللي انا اقدر ايسها لانها جوة آآ نطاق قياسي. موجودة عند الجبل. المسافة بين الجبل انا بقيسه او اشعة. موجودة فوق سطح الارض. باستطاعتي ان انا ايسها. وقال ان الزاوية دي تقابل نفس الزاوية اللي موجودة هنا. على اساس آآ التعويض في حساب المسلسات. ومنها بدأ يعوض وقال لك انا عندي المسلس اللي هو اي بي سي. يعتبر آآ السي بي دوت نص قطر الارض. الاي بي هي عبارة عن نص قطر الارض زائد ارتفاع الجبل. وبالتالي عوض في المعادلات بالشكل ده ده ار ده اللي هو نصف القطر ده ار وده بتاع الجبل او الارتفاع بتاع الجبل. عن طريق التعويض كوزاين سيتا اللي هو جيب الزاوية. هو عبارة عن البي سي اللي هو المجاور. على الاي بي آآ اللي هو الواتر. وبالتالي بالتعويض كوزاين سيتا. البي سي ده اللي هو الار. والآ الابي اللي هو آر زائد الاتش. وبدأ يعوض وظهر لي كالقاتي ان الارو هي عبارة عن ارتفاع الجبل في كوزاين الزاوية اللي انا قادر اقسها على واحد ناقص كوزاين الزاوية اللي انا اقسها. انا عايز اوصل بس من القانون ده ان انا لو عوضت بيه بكميات سهلة علي اني انا اوجدها زي الارتفاع بتاع الجبل اللي هو الاتش. زي كوزاين سيتا الزاوية اللي انا قدرت اقسها عن طريق التعويض في المعادلة الرياضية. هقدر اني انا اجيب او اوجد كتلة الارض. طيب. يبقى ازاي بقى هحسب كتلة الارض? هنحسبها بالشكل ده. بعد ما جبنا نصف القطر بطريقة البيروني او بطريقة ايراتو ثاني. طيب. تعالوا نشوف بقى. انا هجيب كتلة الارض. هل انا عندي ميزانية ولا ده اقدر احط بقى كفتين كده? وقدر احط الكرة الارضية في ميزان وحط بقى سنجات وكتل الناحية التانية? بالمناسبة كده من فاكر تعريف آآ الكيلو جرام العياري? هو كتلتها سبيكة من البلاتين والاريديوم آآ ومحفوظة في آآ في بريزة ابعاد محددة طبعا. طيب. تعالوا بقى نشوف هم عملوا ايه? من قانون الجذب العام احنا هنحسب قوة جذب الارض للجسم. تعالوا نحسبها بقى كده. قانون الجذب العام اللي احنا لسه واغنينه في اول الحلقة. F بتساوي G M في واحد على ار تربيع. يعني دوت F بتساوي G اللي هو سبيت الجذب العام. ام دي كتلة الارض في واحد ده عبارة عن جسم كتلته واحد كيلو جرام. انش احنا قلنا قوة جذب بين جسمين? انا هاختار جسم على الارض. هذا الجسم كتلته واحد كيلو جرام. ازا لان قانون بتاعي هيكون F اللي هي قوة آآ القوة بتاعتي بتاعت قانون جذب العام بتساوي G سبيت الجذب العام. في ام اللي هي كتلة الارض اللي انا مفروض اوجدها. في ام التانية اللي هي كتلة جسم كتلته واحد كيلو جرام على ار تربيع. ار تربيع دي اللي هي ايه? نصف قطر الارض. نصف قطر الارض تربيع. نصف قطر الارض ده اجيبه منين? اللي هو اوجدهن البيروني واراتو سنز. تعالوا بقى نشوف كده. ال F بتساوي. ادي مقدار سبيت الجذب العام. ستة باينت سبعة وستين من مية في عشرة قص سالب حداشر. الام دي كتلة الارض. الواحد ده كتلة الجسم اللي كتلته واحد. والجزء اللي تحت اللي احنا بنكتبه ده. ده عبارة عن نصف قطر الارض. زي ما جابهولنا مين? اللي اتنين العلماء اللي احنا اتكلمنا عنهم دلوقتي. وما نساش ارفع القيمة لقص تربيع. وعن طريق التعويض في القوانين طب ما هي القوة اساسا م في جي. كت الكتلة في عجلة الجاذبية. واحنا كلنا عارفين قيمة عجلة الجاذبية بتسعة وتمانية من عشرة. ازا كتلة الجسم اللي هو كتلته واحد كيلو جرام بتجذبه الارض بقوة مقدارها تسعة وتمانية من عشرة. ازا انا هعوض عن ال F بكام بتسعة وتمانية من عشرة. جبت الامة عندي هو في طرف وحطيت القيمة بتاعتها عن طريق التعويض في المسألة. ازا كتلة الارض خمسة بوينت تمانية وتسعين في عشرة اصة اربعة وعشرين كيلو جرام. احنا وصلنا من طريق قانون آآ الجاذب العام اللي حطوهن نيوتن مع نصف القطر اللي اسهن البيروني واراتوسنس الى ايجاد كتلة الارض. طيب بيقول يحسب كتلة الارض ازا علمت ان الار ادت قيمتها بالكيلو جراء بالكيلو متر وعجلة السقوط الحر اللي هو العجلة بتاعتي جي تسعة وتمانية من عشرة اللي انا بقدر احسب بيها قوة جذب الارض وثابت الجذب العام اداتي القيمة بتاعته. ببساطة جديدة جدا اهي. احط اف بتساوي جي ام في واحد على ارتار بيع. حط عوضت عن الجي بتسعة وتمانية من عشرة. ليه? لان الجي عبارة عن ام في اي. ام في اي. والاي يعني عجلة الجاذبية الارضية. والجسم عندي كتلة واحد. واحد في تسعة وتمانية من عشرة بتسعة وتمانية من عشرة. ازا انا عوضت عن الاف بتسعة وتمانية من عشرة. جيت بقى عند الايه? عند السابت الجذب العام. حطيت القيمة بتاعته ستة بوين سبعة وستين في عشرة قصة لب حداشرة. وبعدين حطيت الام اللي هي كتلة الارض اللي انا مش عارفها. في واحد على الار اللي هو نصف قطر الارض بس اخد بالك هو من دهوني بالكيلو متر فانا ضربته في عشرة قصة تلاتة. عشان ايه للناس الشطرة الحلوة بتاع رياضة? عشان احولوا من الكيلو متر ليه? المتر. ومنساش ارفعه لقصة تربيع لان القانون في قصة تربيع. طرفين فواسطين بقى الناس بتاع رياضة عايزة جيب قيمة الام لوحدها اللي هي كتلة الارض. هحطها في طرف لوحدها. وكل اللي مضروف فيها هحطه تحت. واللي كان الناحية التانية ارفعه فوق. فكده دلوقتي اصبحت الكتلة الام بكل الارقام كتيرة كتيرة اللي قدام ميني دي. هحطها على الالة الحزبة لان كتلة الارض مش اي كتلة. طبعا شيء طبيعي لازم اتوقع ان الكتلة دي هتبقى كميتها كبيرة جدا. واهي بخمسة بوينت تسعة في عشرة قصة اربعة وعشرين. كيلو جرون. عشرة قصة اربعة وعشرين. دي معناها انها واحد قدام منه اربعة وعشرين صفر. طيب. انا وصلت لكتلة الارض ده انا بقى لأ انا كمان عايز اعرف حجم الارض. يا جماعة ما عنديش مزورة قائس بيها. بنفس الطريقة اللي جبت بيها الكتلة. او جبت بيها نصف القطر عن طريق قياسات بسيطة تحت ادينة بادوات بسيطة جدا. والتعويض في قوانين رياضية هقدر كمان اجيب حجم الارض. هي الارض عبارة عن ايه يا ولاد? الارض عبارة عن كرة. اعتباريا يعني انها عبارة عن كرة. طيب مين يعارف في الرياضة وفي الهندسة حجم الكرة كان بيسوي ايه? طب مش عارف انا هقول لك. حجم الكرة في خدوا بالكم هنا في من السرعة. في هنا الحجم. اه هتلاقي هتلاقيها حجمها يعني مكتوبة بحرف كابتل شوية. الفي بتساوي اربعة على تلاتة باي ار تكعيب. القانون ده جالي منين? القانون ده حجم الكرة في الهندسة. السياد تقدر استها خلال السنوات الماضية. لو انت مش فكره انا بجيبهولك وبقولهولك اهو. قدي حجم الكرة. طيب. انا دلوقتي اقدر اجيب حجم الكرة او. اربعة على تلاتة ده قيمة مكتوبة معروفة. والباي باتنين وعشرين على سبعة. والار من اللي جابها النا? البيروني. ومن تاني? مم? وآآ اراتوثانس. القيمة دي قيمة سبتة فبحطها وبرفحها القس تكعيب. وبالتالي اقدر اجيب حجم اللي ايه? حجم الكرة اللي هي حجم الارض. وطبعا الحجم بيبقى بالايه? بالسانجمتر المكعد. طيب. اقدر بقى كده اجيب كسفت الارض? اقدر اجيبها. لان انا قريدي جبت الكتلة وجبت الحجم. انا كل اللي هعمله ان انا هاخد الكتلة وقسمها على الايه? وقسمها على الحجم. ادي الارقام الكبيرة اللي عندنا خالص اللي هي بتاعة الكتلة. حطيتها على الرقم الكبير اللي هو بتاع الحجم. وطلع في الاخر هو دي الكسافة بتاعة الارض. اه تعالوا بقى نرجع كده تاني سريعا كده. احنا ممكن يجينا اسئلة فيها ايه? سواء كان القوانين بتاع الاسبات اللي احنا قلنا عليها ده ممكن برضو يجي لي اهوت. انا ممكن اشطب الام مع الام. هتطلع فيه تربيع على ار. اه هيطلع اه بتساوي الجي. هود يجي الناحية التانية ومنها بي بتساوي جزر الجي ار. طيب. يجي لي ساني ايه? يقول يعلل. استعمال الامر الصناعي في مداره. النقطة دي بقى هنقفل بها الحلقة ان شاء الله. ونكمل الحلقة القادمة اللي هو الجزء الخاص بيه الامر الصناعي ودورانه حوالينا الارض. تعالوا نشوف الاسبات ده سريعا كده وركز معايا. الامر الصناعي بيدور حوالينا الارض. لا بيسقط على الارض ولا بيفر منها. طيب. ده جاي ازاي اهو. لانه تحت تأسير قوتين قوة جزب الارض له اللي هي اف اللي هي بتساوي جي ام في ام على ار تربيع اللي احنا خدناه النهاردة. والقوة الجزبة المركزية اللي هي اف سي اللي هي ام في في تربيع على ار. يلا بسرعة على الاسبات ونشوفه بيتعمل ازاي. انا عندي قانونين. القانون اللي خدته الحلقة دي والقانون اللي خدته الحلقة الماضية. الاف بتساوي ام في في تربيع على ار. وكمان النهاردة احنا اخدنا ان الاف بتساوي جي ام ام واحد في ام اتنين على ار تربيع. يعني دي اف ودي اف. طيب. الام دي هتروح مع الام دي. طيب. والواحدة من الار التربيع هتروح مع الار دي. هيتبقى ناحية دي ايه? في تربيع. والناحية التانية هيتبقى منها ايه? اخدوا بالكوا. هيتبقى عند الجي والام على واحدة من الار. طيب. تعالوا نبص كده اهو الفي عشان اجيبها لوحدها عشان هي تربيع احط القيمة اتنانية تحت تحت الجزر اذا انا النهاردة وانا بدرس الموضوع بتاع النهاردة بيجانب انه فيه ارقام كبيرة وفيه قوانين كتيرة وفيه لكن نكتسب منه حاجتين اولا انا استمتعت بمعرفة المعلومة وازاي وصل لجناعي ان ازاي الفيزياء عن طريق التعويض في المعادلات الرياضية اقدر اوجد احجام وحاجات مهولة وازاي ادروا يحسبوا نص قطر الارض وازاي طلعوا الامر الصناعي كمان جهود العلماء اللي مجرد ما فكروا بادوات بسيطة ادروا ان هما يوجدون هذا العلم اللي مازال بيستعدنا غير دلوقتي واللي بناءنا عليه انا بقدر اطلع الامر الصناعي اللي بينقلك المباريات وكأس العلم والمباريات المحلية اثناء وقوح كل الكلام ده كان اصله فكر لعالم من علماء الفيزياء مسك ورع وقلم وبدأ يكتب قوانين ويحل مسائل ويفكر في الكون من حوالي ده اللي انا اأمل فيكم ان شاء الله درس النهاردة برغم تقل الارقام فيه لكن الدرس اعتقد ان هو شيق حتى لو انا ما حفظتش الارقام حتى لو انا مش مجرد ان انا حطيت معلومة في الامتحان لكن انا استفدت النهاردة بمعلومة جديدة وحبيت الموضوع التفكير الافلام اللي احنا متفرج عليها اللي بتوضح لنا الناس اللي دلوقتي مش موجودين بيننا ولكننا مستفيدين جدا بكل ما قدموه لإلحظ ساعدت بلقائي بيكم على امل يتجدد بيكم دائما ألقاكم على خير ونكمل بقية المنهج مع بعض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة